إذن مشاهدين نفتح ملف للنقاش حول زيارة رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان وتوقعه على عدة اتفاقية في عديد المجالات إذن زيارة تاريخية لفتح أفاق وشركات اقتصادية واعدة الجزائر وعمان نحو رفع تبادل التجاري إلى أكثر من مائة مليون دولار الاستثمار بين الجزائر ومسقط الطاقة والمعادن والأمن الغدائي في قلب الأجندا ونقش هذه النقاط وأخرى مع ضيفي هنا في الستوديو سيد إسماعيل حمروني رئيس مجلس الاستثمار وتعاون دولي مرحبا بك لاي برك فيك شكرا عن دول الاستضافة مرحبا بك إذن وصلت لتوك بأتزامن مع توقيع اتفاقيات عديدة مع سلطنة عمان بالنسبة لطرفي الجزائري في عديد المجالات كما تبعت معنا على المباشر ما هو تعليقك على هذه الاتفاقيات؟ هل الجزائر بحاجة إلى هذه الاتفاقيات؟ وهل العمان بحاجة إلى الجزائر في هذه الاتفاقات؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم أجدد شكري للقناة على الدعوة والاستضافة وأكيد اليوم نثمن الخطوة التي دارها رئيس الجمهورية اليوم سلطنة عمان لما نشوفه حجم الأعمال أو التبادل التجاري الموجود بين سلطنة عمان والجزائر يعني هو رقم محتش من نمع الماء وهذه 100 مليون دولار يعني هذه الزيارة أكيد راح تكون دافع إلى يعني جعل رقم مهم جدا من تبادل التجاري وتبادل الخبرات والتكنولوجيا ونقل أيضا تجربة الغير للجزائر والتوغل أيضا المتعامل الاقتصادي في سلطنة عمان وجعل يعني مناخ متكامل حقيقي بين الجزائر وسلطنة عمان طيب حجم التبادل التجاري بين الجزائر وعمان لغاية أوت 2024 كان تقريبا 100 مليون دولار يعني ما بين صادرات وواردات الجزائر تصدر الإسمنت تصدر الحديد السكر التمور البلاط الزجاج المعادن مواد الترصيص وغيره وعمان تصدر بعض المواد الأخرى على غير التوابل وغيره ما هو تقييمك لهذا الرقم يعني والله يشوف أكيد أنه يعني المناخ الاستثمار في الجزائر والإصلاحات الموجودة في الجزائر وكل ما يعني يصهر عليها رئيس الجمهورية من تفعيل كل يعني هذه الإصلاحات وجعل استقطاب المستثمر الأجنبي وجعل استثماراته تكون في الجزائر هذا الأمر هذا وهذه الإصلاحات هادية اللي راي رايحة أكيد أنها يعني في المستقبل تجعل يعني عمل رقم أعمال يعني أكثر من الذي أسلفت ذكره وأكيد أنه الجزائر يعني راي راح تكون فرصة إلى كل المستثمرين العمانيين الذين يريدون الولوج إلى السوق الإفريقية والسوق المحلية الجزائرية المتعطشة هناك فرصة استثمار كثيرة يعني يد عاملة غير مكلفة طاقة غير مكلفة إصلاحات يعني بنكية إصلاحات اقتصادية دفع عجلة الاستثمار كل هذا يجعل يعني أفاق جديدة وتعاون جديد مع سلطنة عمان طيب ما هو معروف على سلطنة عمان يعني كل بلد عنده خصوصياته عنده أهم نقاط القوة فيه ماذا يمكن أن تستفيد الجزائر من عمان وماذا يمكن أن تستفيد عمان من الجزائر هو بلد على كل حال مرحب جدا ضياف كان معتمد يعني في اقتصاداته يعني على الطاقة والبترول التحول في مدة زمنية قصيرة إلى تنوع اقتصاده توجه إلى العمل أيضا في المجال العلمي والتكنولوجي تطور بلاده جعل مجلس استثماري خاص للاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي خدا يعني سياسة ومنهج خليني نقول لك خلاه في فترة وجيزة أنه يبرز ويصبح من يعني الاقتصادات البارزة في الشرط في الخليج نعم طيب بالنسبة لاستثمار بين الجزائر ومسقط طاقة المعادن الأمن الغدائي كانوا يعني كل الخبراء كانوا يتوقعوا أنه تتركز هذه الاتفاقيات في هذا المجال لكن قريبا لا يوجد أي علاقة ما بين توقعات الخبراء ما بين ما تم توقيعه بالنسبة بين طرف العماني والجزائري هناك مذكرة تفاهم في مجال التشغيل تدريب التربية تعليم العالي والبحث العلمي الإعلام تنظيم تعاون ومؤتمرات الخدمات المالية والبيئة يعني قطاعات الحساسة كما الطاقة والمعادن والأمن الغدائي والزراعة والفلاحة لم تكن ضمن أولويات هذه المذكرات أكيد أن هناك بعض المحاور التي تتميز بأهل البلاد هذه أنها جوزت فترة وقدرت أنها تبرز في مجالات ما اليوم كل مذكرات هذه قابلة للتوسع قابلة أن نذهب إلى محاور أخرى اليوم خطوة نثمنها والديبلوماسية التي يجب أن تنشط أيضاً ومجالس الاقتصادية التي يجب أن تكون أيضاً موجودة وتثري كل المحاور التي نقدر أن نتعاون ومع البلاد هذه نقدر أن نروج إلى مصالحنا أيضاً سيد إسماعيل حمروني مستمرنا في هذا النقاش معكم أيضاً مشاهدين بعد هذا الفصل مشاهدين أهلاً بكم من جديد استكمالاً لبقية نقاشنا مع سيد إسماعيل حمروني رئيس مجلس الاستثمار وتعاون دوري سيد حمروني الجزائر تصدر إلى عمان زيوت وقود السفن الشيكولاتة البسكوت بعض المواد يعني بالنسبة لإمكانيات الجزائر عندها إمكانيات كبيرة في عديد المجالات الجزائر تستورد من عمان الحديد وخيوط الأليمنيوم وخزانات المياه وغيره وتحتل الجزائر المرتبة الـ 31 في الدول التي تصدر العمان يعني من بين الدول التي تصدر العمان سلع نحن الجزائر نحتل المرتبة الـ 31 نحن نبعد بزاف يعني أكيد أنه اليوم المرتبة هذه اللي تكلمنا عليها أو المواد التي ذكرتها كتبادل تجاري بيننا وبين سلطنة عمان قلت لك أنه رقم أعمال محتشم هذا يعني مفرغ منه وهذا رقم موت وإنما خليني أقول لك أنه لابد من العمل يعني كيفاش نروج الإستثمار في الجزائر وكيفاش نروج أيضا المنتجات الجزائرية الموجودة كيفاش نوصله إلى البلد هذا وكيفاش نروجه إلى منتجاتنا كيفاش نروجه إلى السلع دياننا كيفاش نخليه المواطن العماني يطلع المنتجات الجزائرية كيفاش نخليه المستثمر العماني يحتك بالمتعامل الاقتصادي الجزائري كيفاش نعمل لجعل المنتجات بتاعنا في بلدهم يعني كل هذه الاستراتيجيات أو هذه الخطط أو هذه الهندسة لابد أن نعمل عليها اليوم لابد من كل الفاعلين الاقتصاديين أننا نفتح لهم آفق نفتح لهم كل ما يجعل استثماراتهم أو مواد المصنعات في الجزائر في هذا البلد وأيضا جعل اتفاقيات لتخليهم تزيح العقابات الجمهورية العقابات التجارية لتخلينا نربح صفقات ونربح سوق في سلطنة عمان طيب هل جزائر وعمان بحاجة إلى مجلس أعمال جزائري عماني وبحاجة إلى إدراج منتجات قائمة بمنتجات لتعتمد ولا تستفاد من إعفاءات جمهورية من أجل تسهيل تبادل التجارية أكيد أنه اليوم لابد من مجلس لجعل حجم التبادلات التجارية تكون أكبر من هذا الرقم أكيد أنه أيضا اليوم رأنا نتكلم على تقريب 40 مجلس أعمال في الجزائري أجنبي هذه المجالس نبدأ أنها يكون لها سفراء سفراء لتعرف البلد هلك خاصياته تعرف احتياجاته تعرف التوغل في أوساط المتعامل الاقتصادي لذلك البلد اليوم أيضا لازم نقوله لابد من العمل اليوم لباش نحق أرقام ونحق تبادل تجاري مهم مع أي بلد كان لابد من العمل العمل الجاد لابد من هلك البلاد نعرف الحاجيات تعه نعرف السوق تعه نعرف كيفاش نتوغل فيه نعرف كيفاش نتجلب المتعامل الاقتصادي اللي فيه نعرف كيفاش ندير صفقات تجارية مربحة لتخلينا نتوغل في السوق تعه أيضا لما لا تجلب المستثمرين إلى البلد أيضا للاستثمار هذا العمل أكيد أنه رح يكون لازم له دراسة لازم له مخطط عمل لازم له هندسة منهجية اجتماعات مع رجال أعمال مطولة أكيد اجتماعات مع رجال أعمال مطولة فتح أيضا يعني تظاهرات في البلد هذا يعني التعريف على الإصلاحات الموجودة في الجزائر الفرص الموجودة في الجزائر المنتوج الجزائري اللي يعني خلينا نقول لك أنه قيمته يعني تخلينا نتوغل في أي سوق أجنبي اليوم لابد من دعم المنتج والإنتاج والتوغل إلى الأسواق الغير وجعل دبلوماسية تعمل في بلدان الغير وجعل المعلومة للازمة المتعامل الاقتصادي وجعل أيضا اتفاقيات وصفاقات مع البلدان اللي لازم نكونوا فيها ونتوغلوا فيها طيب سيد حمروني يوم أمس كانت هناك تصريحات لرجال أعمال جزائريين مقيمين في عمان في مسقط تلاقوا برئيس الجمهورية يعني رحبوا بالفكرة بأنه رئيس الجمهورية استمع إلى انشغالاتهم دعمهم يعني نفسيا معنويا قال لهم يعني تحركوا وخدموا ورانا معاكم ما تشوفش أنه من بين أهم نقاط القوة لتقدر تعتمد عليها الجزائر هي أنه تفعل يعني إجاليتها في هذه البلدان من أجل أنه تقيم مشاريع بدعم جزائري بحث يعني هناك سواء من جانب مرافقة بنكية من جانب مرافقة لاستثمارات حقية في هذه البلدان والانطلاقة تكون من هناك شوف أستاذي الفاضل خليني نقول لك أنه رئيس الجمهورية يعني حط أعين يعني شكرا 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 شكرا